ايه العف ده ليه فجأة الأمور تنقلب لا احنا لا نسمح وما حدش يقرب يقرب من ايه احنا من حققنا نتكلم احنا بني أدمين احنا مش حيوانات تجارب احنا من حققنا نطلب ان انتوا تحمونا انتوا دوركم في الحياة ان انتوا تحمونا انتوا حالفين على قسم أبو قراط ان انتوا تحمونا الحماية لينا انتوا تقولولنا النصيحة الصح انما لما نيجي نتكلم ونقول لكم يا جماعة ده احنا بنسأل والسؤال محرمش الكلام ده صح ولا غلط الراجل ده مات نتيجة استخدام دواء خاطئ ولا لا الراجل ده كان بيتم التجربة فيه وناس تانية انا عايز اقول حاجة جينا حد مريق عشرة مرضى وجي حد قال لهم خدوا الدواء اكس وخفوا هل ده معناه ان احنا نعممه على البلد على فكرة مش هقول لا قلولنا اه قلولنا على فكرة الدواء ده علاجه صح كلكم خدوا تحت امرك احنا بننتجه في مصر ناخده كلنا وخلاص بعد كده ما تجيش تقولي بقى بروتوكول وزارة الصحة واستوردنا مش عارف ايه وعملنا ايه قلولنا الحكاية احنا مش طالبين حاجة انما هو احنا كل ما هنيجي نتكلم حتقولي لو سمحت نحن لا نسمح وما نكلم مين اروح اكلم وزير التموين اروح اكلم وزير التعليم انا بكلم الجهات المعنية اللي عرفها انا بكلم نقابة الاطباء انا بكلم وزارة الصحة انا بكلم هيئة الدواء المصرية هل هذا الامر صح ولا غلط ايه لعب ان احنا نسأل ليه في حسسية ليه في محسسنا ان احنا بنرتكب جريمة احنا بنقول انه حصل ده ده غلط قل لي لا مش غلط قل لي لا على فكرة هذا الطبيب الاجراءات اللي عملها مع وائل الله رحمه ومع ناس كتير لانه فيه ناس كتير تطلع الدرواء تقتلك على فكرة احنا كنا بنتعالج بالدواء طيب السؤال المهم اشعر رفك ان الدواء ده هو اللي خففك هل فيه تجارب هل فيه حاجة قالت ان ده لما بيخش بيجي على بتاعت الميكروب وتقتلها طب كانوا قالوا لنا من برة كانوا قالوا لنا يا جماعة استخدموا الدواء ده انا لغاية دلوقتي وعلى فكرة خير فعل اليوم السيد النائب العام قالوا خلاص بقى يا جماعة لو سمحتم سبولي الموضوع ده خلينا حقق بقى اجيب كل الاطراف عندي واجيب كل الناس واطلع لكم بيان لانه واضح ان احنا مش عارفين نتكلم مش عارفين نسأل عن حقوقنا مش عارفين نقول يا جماعة هو ده صح ولا غلط هو السؤال حرم هو غلط ان انا اسألك ده انا عندي عيال انا بإتخار ده انا وإحنا